الساعة كمالله بالخير يمتع بنا الغالين حياكم والله إلى المرحبه طبعا الكثير يا سعى يقول بهزام كيف تصمم مزرعتك أو كيف تصمم الشالية أو كيف تصمم أي مشروع بتقوم بها طبعا طريقة خاصة هنا راح أشرح لكم اليوم بإذن الله وسهلة وأعتقد أن بإذن الله راح يستفيد من هالجميع طريقة سهلة جدا ما تحتاج إلا ورقة وقلم رصاص وشوي تركيز تعال أشرح لكم أيضا حتى الأكواح كان التصميم بنفس الطريقة وبنفس الفكرة المزرعة كلها والديوانية وأي مشروع راح يقوم بها بإذن الله راح أستخدم نفس الطريقة تفضل خلنا أشرح لكم على الرواقع بسم الله بسم الله نبدأ لنفترض أن عندك أرض مساحتها 5000 متر 50 في 100 كيف تستفيد منها وكيف تستغل جميع الأجزاء بحيث أن يكون منظرها جميل وواسع أول شي لازم تعرف الأطوال والمساحة ولازم تعرف الاتجاه الشارع من هنا من هنا من هنا لازم تعرفها أعرفت هذه كلها خلاص نشيل الورقة هذه نجيب الورقة الثانية وهي الأساس تقسم الأرض مربعات 50 مربع في 100 وش معناته كل مربع متر كل مربع متر وش الفائدة من المربعات يسهل عليك الرسم طبعا المفروض أنها تكون مربعات شفافة خفيفة يعني اللون رصاصة عشان إذا رسمت يضح الرسم لا افترض مثلا بحط البيت هنا في الزاوية 15 في 15 والارتداد مترين أو من هنا لا افترض الارتداد متر ونص خلاص تقدر ترسم بسرعة تبي تحط لك هنا غرفة وتحط لك هنا دورة مياه وتب كرامة تبدأ تصفها لين تترطب معك وتمسح وترجع ترسم المربعات هذه تسهل عليك طريقة الرسم تخليك ترسم بسرعة وبدقة طبعا أهم شيء البنية الأساسية البنية الأساسية اللي هي أنتوا بكرامة الصرف والكهرباء والسقاية نفترض الآن أنا عندي البيت هنا في الزاوية بيت الوالدة هنا متاز وهنا فيه دورة مياه خارجية ومطبخ متاز وبعدها هنا مستودع وبعدها هنا غرفة وبعدها عندنا هذه غرفة للاستقبال أحيانا نجلس فيها الوالد يستقبل فيه الضيوف يضيب ويرتاح وبعدها هنا مقلط متاز وبعدين هنا دورة مياه ومصلخ حتى يستخدمونه للغسيل وبعدها الدوانية وبعدين مزرعة صغيرة حديقة وبعدين الكوخ فأصبحت أنه باني كلها فيجاة واحدة الصرف يجي من هنا وتكرمه تكون البيارة هنا خلاص الآن حددنا تجاه الصرف فلذلك خلاص تركز على الجهة دي تخليها كلها زراعة الجهة دي كلها تخلي زراعة طبعا البير حددنا هنا أول حددنا البير مجرى الموية مر علينا بنور الله الزاخير وحددنا فكان البير هنا موجود طبيعي إذا دخلت مع البوابة لازم تشوف مكان مفتوح أساس تحسي المكان واسع لو تدخل مع البوابة وفي وجهك مبنى خلاص انتهى الوضع هذا كله مع التدريعا فلذلك إذا دخلنا تشوف الكوخة على اليمين الدوانية المقلط الغرفة بعدها جدار قاطع بين قسم النساء والرجال زي ما قلت لكم أول شيء مراعات البنية الأساسية اللي هي الصرف والكهرباء والسقاية الحاجة الثانية مراعات اللي هي المكان اللي أبدي يكون واسع أيضا مراعات اتجاه الشمال والغرب والشرق والجنوب حتى كل المباني عندنا تفتح جنوب والسبب ليش لأنكم عارفين وقت الشتاء لو هبت شمالية والمجلس أو الكوخ أو أي شيء وجه شمال خلاص بيجمد أيضا اتجاه الشرق لو تلاحظون بيت الوالدة شرقي فلذلك الجلسة الصباح هنا جميلة جدا وهنا في دكة جنبه فلذلك الجلسة هنا جميلة بعد العصر يميل الظل فتكون الجلسة هنا جميلة وتكون الجلسة في الدكة أيضا ظل طبعا خزان الموية أنا عندي هنا أرضي خزان الأرضي ضروري ولكن الأفضل تحط لك خزان دائري رفيع ليش؟ أساسي عبيه الغطاس مرة واحدة وتسحب منه موية وتبدأ تسقي احنا ما انشأنا في البداية لكن راح ننشأ لان بإذن الله راح يكون هنا وتسحب من الموية كده تبدأ تسقي تسحب مصورة ثنين بوصة وتبدأ تفرع منها تفريعات صغيرة تستخدم التنقيض فما يتعب العامل يفتح الحنفية اللي هنا يسقي الجهازي كلها فلذلك لابد انك تاخذ رقم قسمه وتريح راسك تبدأ ترسم بعض الناس طب يقول أنا ما عندي ما عارف أصمم ما عارف ممكنك تستعيم بعد تحديد المتطلبات لك بمهندس هو يصمم لك الواجهات والأشكال الجمالية لكن أنت حدد وش طلباتك تبغى بيت تبغى مجلس تبغى مقلط تبغى دوانية تبغى أحواش الحلال نحن نحطين عندنا حويش نصير هنا جنوب عنا بحيث أن أنتم عارفين الهواء الدائم شمالي أو غربي تقريبا فلذلك ما يجينا من الراحة معنا العامل يتنظف باستمرار على أساس ما نؤذي الجير أنت إذا حددت مطلباتك ورسمتها على الورقة زي هذه تروح للمكتب هندسي وعلى الله تعطيها ويطبقها لك على الواقع فيعطيك المسافات وتعرف أنت هل المكان عندك واسع هل المكان مفتوح أو لا فتقدر تدري يعني تصميمك بإذن الله ناجح ولا لا قبل ما تنفذ واستشر بعد ما ترسم وتجاهزه استشر أهل الذوق ومر الناس اللي قبلك بني مزارع أو استراحات وحول شغلك يعني حول مساحتك مر وتفرج عليهم لكن تجنب تسكير الشاشة وسو تسكير الشاشة أنا سميه لنفترض أني قطيت مبنى في الواجهة هنا خلاص انتهى المساحة هذه كلها خلاص راحت أول ما يدخل الضيف ولا المسير ينظر المساحة أنا عندي هنا النخل جبت نخل رفيع طوال ليش؟ علشان نشوف بيت الشارع هنا فلذلك عندما تدخل عندي على الباب تشوف على يمين الكوخ المزرعة هنا الصغيرة مزرعة المزرعة الصغيرة هنا وبعدها الدوانية وبعدها المقلط وبعدها الغربة حقاة الاستقبال للوالد وبيت الشارع فلذلك اللي يدخل يشوف المكان واسع فيعتقد أن المساحة أكثر من خمسة لاف بينما هي خمسة لاف تصميمك وترتيبك للموقع هو اللي يعطي الساعة ممكن لو المساحة عشر لاف عشرين ألف تقفلها هنا فيصبح كأنها خمسمائة متر ولا ألف متر فما يكون جميل فلذلك تجنب أول شيء لابد من حساب الأساسيات الكهرب والصرف والسقاية لابد من مراعاة اللي هو المتطلبات لك بيت مجلس دوانية وبعدها تجنب تسكير الشاشة أنا سميه تقليل الشاشة لما تجي قدام الباب تكفل ببناء خلاص كفلتك الشاشة ومراعاة الاتجاه اتجاه اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب لابد يكون عندك المشراع الجلسة الصباح وبعد العصر يكون فيه والمباني يحاول أنك تكون جنوبية والمباني عندك حاول أنها تكون جنوبية وشرقية ليش؟ على أساس لو كانت جنوبية ما عاد عندك مشكلة من هبوب الشمال لا هبت هبوب الشمال للبرد يكون مبنى عندك تافي طبعا كيف نحصل على الورقة هذه بحزان نقسمة؟ ممكنك تمر أي مكتب هندسي وتعطيها طوال الأرض ولاتجاه الشارع فيقسمها لك مربعات تقول لا والله أنا ما نبراح المكتب أبغى أخدم نفسي بنفسي مر أي مكتبة وخذ منها دفتر مربعات كبير وحسب المربعات نفترض عندك مثل 20 في 30 أو 50 في 100 وقصها وعطيها وقل صور لي على الورقة كبيرة زيها إذا صورها لك خلاص انت هالنظر تبدأ ترسم بس حاولكم تخففوا اللون اللون هذا جاني غامق شوي اللي قبل كان عندي فاتح فيسهل لما ترسم بالقلم يتضح لك اللي هو المباني وأيضا يسهل للمهندس لما تروح مهندس وقل عطني كروكي أو مخطط فتعطيه الشرح هذا خلاص وواضح عنده يبدأ يرسم لك ويبدأ يصحيح لك يبدأ يعطيك الأخطاء ويبدأ أعطيك المسافات كم بقى هنا وكم بقى هنا مع أنك أنتدري لو تعد المربعات كم مربع متر نفترض عندنا من هنا 30 هذه 30 متر متبقية نفترض عندنا بين المطبخ وبين البيت نفترض هنا مثل 9 مربعات هذه 9 متر فهي تسهل عليك تحديد المسافات والرسم فجربوها اللي يبغى يزيل الاستراحة أو مزرعة أو بيت ياخذ الورقة مثل كذا وياخذ حساب اللي قلت لكم الأساسيات لا بد أن نأخذ حساباتها وبالتوفيق الجميع اشتركوا في القناة